حماية الروضة والحماية بالمعنى العام وهي حماية المدينة والحماية بالمعنى الأعام وهي حماية الأم هذه ثلاثة أنواع من الحماية نحتاج إليها الأمة التي لا تملك الحماية هذه الأمة لا تتمكن أن تدافع عن دينها ولا تتمكن أن تدافع عن مقدساتها اليهود في العالم هذا من باب المثال والمثال وإن كان يقرب من جهة ويبعد من جهة كانوا أذلاء وكانوا ممتهنين والعل في ذلك واضحة لأنه اليهود في كل مكان من العالم كانوا كانوا مادة للفساد والإفساد في كل مكان هذا الدأبهم ولذلك دائما كانوا مطاردين ودائما كانوا ملاحقين ولكن فكروا في هذه العقود الأخيرة أو في هذه القرون الأخيرة وأوجدوا لنفسهم حماية عالمية أحد المفكرين الذين أسلموا في بلاد الغرب هذا في تلك البلاد التي تدعي الحرية يقولون بلادنا بلاد الحريات هذا أثبت بالأدل والبراهين أنه هذه القضية التي يقولونها التي هي قضية المحرق خرافة يقولون ماذا كم مليون يهود أحرقوا قتلوا كذا هذه خرافة أو على الأقل بهذا الشكل الذي يطرحونه أخذوا ذلك مع أنه مناقشة في قضية تاريخية مجرد مناقشة أخذوا ذلك المفكر حاكموه فعلوا به ما فعلوا الآن في العالم كله هناك قانون يجرم العداء للسامية يعني العداء لليهود أي واحد ما إلا حق أن ينتقص أي مقدس من مقدساته الأمة تحتاج إلى حماية ونحن فقدنا هذه الحماية ولذلك تشوفون في كل مكان في هذا العام في أفغانستان مواكب العزاء على سيد الشهداء صلوات الله عليه تعرضت للهجوم والاغتيار والقاتل والتفجير وفي باكستان أيضا وفي العراق أيضا هذه الأمة حماية معده هذا يحتاج إلى تفكير ويحتاج إلى تخطيط ويحتاج إلى عمل ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا